دلوقتي مشاهدينا بعد موجز الأهم من الأخبار مع هالا شكرا شازلي الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المؤتمر العالمي الأول للسكان والصحة والتنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة وخلال مشاركته في المؤتمر وجه الرئيس السيسي بتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي لما يمثله من فرصة كبيرة ومنصة مهمة لترحي وتناول المشكلة السكانية كما أكد الرئيس السيسي أنه لا يمكن تحقيق المنظومة الجيدة للتعليم بتكاليف مرتفعة في ظل الحجم الضخم من السكان والموارد القليلة مشيرا إلى أن قضية السكان من أخطر القضايا التي تمس الدولة عدت مصر لقائمة أفضل خمس وجهات سياحية لدى المواطنين الروس لقضاء العطلة الصيفية بحسب ما نشرت سبوتنيك وبحسب إحصائية لشركة ميجافون الروسية التي أجرت دراسة للمشتركين في خاصية التجوال توصلت خلالها إلى ارتفاع إعداد السياح الروس المتواجهين إلى أفريقيا في الفترة الممتدة من الأول من يونيو إلى الخامس والعشرين من أغسطس الماضيين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمتها للدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا ولم تذكر الدفاع الروسية ما إذا كانت هناك خسائر بشرية أو مادية قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن إن مفاوضات الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية تنضي على قدم وصق محذرا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون من أن بلاده ستدفع ثمن تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في أوكرانيا وأضاف سوليفن أن توفير الأسلحة لروسيا لن يكون له مردود طيب على كوريا الشمالية وسيدفعون ثمن ذلك في المجتمع الدولي لقي 21 شخصا مسرعهم جراء إعصار ضرب جنوب البرازيل حسب ما أعلن حاكم ولاية ريو جراندي ديسول وقال الحاكم أدوارد ليتي أنه طلق معلومات تفيد بالعثور على 15 جثة في بلدة موكوم وهو ما يرفع عدد القتلى إلى 21 كما لقي شخصان مسرعهما جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة اسطنبول التركية وقالت خدمة الطوارئ التركية أن شخصين قتلوا وفقد أربعة آخرون بسبب الفيضانات بينما ذكرت تقارير إعلامية أن العاصفة الليلية تسببت في غمر محطة مترو جزئيا بالمياه وأكبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة ذكرت الشرطة الألمانية أن أعيرة النارية أطلقت في محطة القطار المركزية في مدينة فوبرتال دون وقوع إصابات وأوضحت الشرطة الألمانية أنه تم القبض على شخص يشتبه أنه هو الذي أطلق الأعيرة ويجري استجوابه حاليا مع استمرار البحث عن شخصين آخرين مشيرة إلى أن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة وأن الشرطة تحقق في الأمر مضيفة أن النتائج الأولية تشير إلى أن الأسلحة لم تكن من النوع الشديد الخطورة رياضيا يواصل المنتخب الوطني بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاذ القاهرة الدولي استعدادا لمبارتي إثيوبيا وتونس ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي يوم الثامن من سبتمبر الجاري في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا الفين واربع وعشرين المقررة إقامتها بكودوفور والتي حسمها منتخب مصر بالتأهل رسميا بعد تصدر المجموعة ثم وديها أمام منتخب تونس يوم الثاني عشر من سبتمبر باستاذ الدفاع الجوي انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر